في فقلتنا الطبية لهذا الصباح نتحدث عن أمراض القلب عند الأطفال ويوجد الكثير من الأطفال ممن يعانون من أمراض القلب منها ما هو خلقي ومنها ما هو مكتسب أي أن الطفل يصاب به نتيجة عوامل معينة التطورات عند الأطفال في أمراض القلب كانت منحوظة في السنوات الأخيرة بفضل التقدم الطبي الحاصل سواء على مستوى الجراحة أو على مستوى العلاجات إضافة إلى توافر كثير من المستشفيات المتخصصة بطب الأطفال نظرا لحساسية هذا المرض وحساسية أيضا المضاعفات اليوم سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور عوني المدني استشاري أمراض قلب الأطفال يسعد صباحك دكتور عوني يسعد صباحكم بداية بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم وبالسهد المشاهدين وجميع العاملين في هذه المحطة الفتية المتألقة الله يسعدك نورتنا دائما نسعد بتواجدك معنا بالتأكيد دكتور دائما لما نحكي أمراض القلب عند الأطفال هناك تخوف عند الأهالي وفي أيضا ممكن تخوف حتى عند الأطفال نفسهم كاستشارة في هذا المجال بداية حبينا تعرف أكثر على ما المقصود بأمراض القلب التي ممكن أن تصيب الأطفال بالنسبة لأمراض القلب عادة تنقسم لأمراض القلب الخلقية وأمراض القلب المكتسبة نعم فأمراض القلب الخلقية بتشكل حوالي 90% من أمراض القلب عند الأطفال و10% هي الأمراض المكتسبة نبدأ بالمكتسبة لأنها تشكل 10% من الحالات نتحدث عن أي عمر ممكن يكتسب فيها المكتسبة خلينا نحكي من عمر ممكن 6 شهور لعمر 20 سنة والأمراض الخلقية من خلق الطفل ومعاد تشوه الأمراض المكتسبة تشكل 10% من الحالات أكثر سبب في منطقتنا والدول النامية حوض البحر المتوسط هي روماتيزم القلب روماتيزم القلب اللي ناتج عن الحمى الروماتيزمية اللي ناتج عن الجرثومة العنقودية اللي بتسوي التهاب اللوزتين فهي بتعمل روماتيزم وبالتالي حمى الروماتيزم بتأثر على صمامات القلب هذا أول سبب السبب الثاني إنه في مرض اسمه كوساكي هو شبه فيروس بأثر على الأطفال وبعمل حرارة عالية أكثر من خمس أيام والطفاح وحمرار بالعينين والشفاتين وبأثر على شريين القلب وبعمل توسع بشريين القلب السبب الثالث اللي هو التهاب العضلة القلب الفيروسي هذا المكتسبة نعم خلينا نفصلنا شوي إذا سمحت دكتور نعم الروماتيزم القلب وإيضا هذا المرضى اللي تكلمت عليه كوساكي 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 هذا مفيش له مثلا لقاح كيف بقيت هالأمراض اللي تطلط اللقاحات والله ما له لقاح هو عبارة عن زي ما حكيت لحضرتك اشتباه يكون فيروس بأثر على الجسم المناعي للطفل وبتظهر الأعراض كلها باسم كوساكي البروفيسور الياباني اللي اكتشف المرض هذا واشتغل عليه نعم نتفضل جميل طيب بالنسبة للروماتيز القلب روماتيزم القلب روماتيزم القلب هو عادة بكون ناتج عن التهاب اللوزتين الحاد بسبب برودة الناتج عن الجرثوم الجرثوم العنقودية بعد التهاب اللوزتين الحاد بتقريبا عشر لأربعة عشر يوم تظهر الأعراض العراض بتظهر التهاب في المفاصل متنقلة يعني التهاب مفصل خنحكي الركبتين بعد ساعة أربعة وشرين ساعة بتتعافى الركبة بنتقل لوين للقدمين بعدين للرسق للإيدين التهاب إيش المفاصل بعدها بيجي التهاب بسموه روماتيزم القلب وهنا يتأثر عادة صمامات القلب وأكثرها الصمام التاجي ومن ثم الصمام الأبهر نعم طيب دكتور ما هي نسبة إصابة الأمراض أو الأطفال عفوا بأمراض القلب نسبة الإصابة هي واحد بالمية كل مئة طفل بنولد يكون معهم طفل عنده تشوى في القلب الخلقي نعم نتكلم إذن على أمراض القلب الخلقية أمراض القلب الخلقية هي حكينا بتشكل تسعين بالمية من الحالات بتنقسم لازرقاقي وغيرازرقاقي نعم فشو يعني منازرقاقي الطفل بكون نسبة الأكسجين في الدم بدل ما تكون فوق التسعين بالمية بتكون منخفضة أقل من تسعين سبعين ستين خمسين إلى آخره وهون تقسم الغيرازرقاقي بشكل تقريبا سبعين بالمية من الحالات وأكثر هي الأكثر شيوعا مثل فتحة بين البطينين فتحة بين الأذينين تضيق الصمام تضيق الصمام هاي فتحة بين البطينين زي ما شايفين هون على الشاشة فتحة بين الأذينين حكينا تضيق وصل الشريانية مفتوحة الوصل الشرياني هاي عادة بعد الولادة بيوم أو يومين لازم يتغلق بعض الأطفال الوصل الشريانية بتضيقها مفتوحة وتضيق الصمام الأبهر وتضيق برزق الأبهر هاي الغير ازرقاقية بتشكل سبعين بالمية بالنسبة للازرقاقية بتشكل تلاتين بالمية من الحالات وزي ما قلنا ازرقاقية بيكون الشفتين والأغشية المخاطية واللسان زرق الأطراف زرق نسبة الأكسجين أقل من تسعين بالمية والأكثرها شيوعا عند الولادة بيكون تبادل الشريين أو انعكاس الشريين وبعدها بيأي شي بنسمي رباعي فلط اللي هو تضيق شديد على الصمام الرئوي مع وجود فتحة كبيرة بالقلب ومن ثم في عندنا هاي هون زي ما شايفين تبدل الشريين زي ما شايف حضرتك ويفترض أن القلب من الداخل كأنه مرآة من الجانبين المتساويين لا هنا تبدل الشريين يعني الشريان الأبهر بدلا ما يخرج من اليسار يخرج من اليمين والشريان الرئوي بدلا ما يخرج من اليمين يخرج من اليسار هذا في الحالة الإزرقاقية في الإزرقاقية تبدل الشريين وحكينا فيه رباعي فالوت وفيه حانسداد الشريان الرئوي وهي هون مثلا فيه رباعي فالوت زي ما شايفين فتحة بين البطينين وفيه تضيق على الصمام وتحت الصمام الرئوي دكتور التشخيص كيف بيكون يعني من أول ولادة الطفل عادة عادة أنا بشكرك بنولد الطفل بنتبه طبيب الأطفال أو الطمريض إنه هذا الطفل فيه زراق على حوالين الفم وشفايفه وأطرافه بيقيسه بالبلسوكسيميتر نسبة الأكسجين فنسبة الأكسجين الطبيعي لازم يكون فوق التسعين بالمية فبكون نسبة الأكسجين منخفضة سبعين ستين خمسين أكثر سبب عادة في الطب هو المشاكل الرئوية عدم اكتمال الرئتين مشاكل في الرئة التهاب الرئة إلى آخره إذا الرئتين كانوا سليمات فلازم نفكر في السبب الثاني اللي هو القلب وتشوه القلب الأزرقاء طيب هل ممكن مع تطور الطب اكتشاف المرض والطفل ما زال فيه نعم بين 16 إلى 22 أسبوع من الحمل في الفترة الجنينية ممكن تشخيص التشوهات الخلقية هاي عن طريقة طب النسائية وفحص السونار والرباعي ما هو الإجراءات اللي بتقوموا بها إذا كتشفوا أن المرض موجود عند الطفل والله يعني على الأقل هيك بتهيأ أنت كطبيب بتكون عامل خطة علاجية إذا فيه تشوه خلقي إنه هذا الطفل لازمين ولد في مكان في استعدادات وتجهيز وإمكانيات لتداخل جراحمة بعد الولادة في محاولات في أمريكا إنه يدخلوا على الجنين والصمامات هال في الحياة الجنينية اللي يعملون لها توسيعات وفتح الصمامات وكذا ولكن في مرحلة لسه خليحكي مرحلة الترايرز والتجاوب لسه ما انتشرت على مستوى عالي نعم طيب دكتور أمراض القلب عند الأطفال بماذا تختلف عن أمراض القلب عند الكبار؟ أنا بشكرك حكينا الأطفال القلب السادة المشينات بيعرفون أنه بتشكل أول ثمن أسابيع من الحياة الجنينية بكون مكتمل لسبب ما تسعين بالمئة مش معروف عشرة بالمئة أسباب معروفة بتصير عنا تشوهات خلقية بتختلف عن الكبار الكبار هو عبارة عن تصلب الشريين تصلب الشريين إنه بكون عادة فيه العام الوراثي بتصلب الشريين بالإضافة لارتفاع الكوليسترول والدهنيات والضغط والسكر والتدخين والتوتر النفسي كل هذا بيأدي لتضيق وانسداد الشريين التاجية اللي بعلجوها زملاء ناطب بقلب الكبار بوصل شبكيات ستنز والهاي فعالمناه عالم التشوهات الخلقية نعم دكتور يمكن شوية الأم بتعاني في هذه المرحلة وعادة ابنها طفلها صغير ستة شهور انت تكلمت ممكن يظهر هذه الأمراض إذا الطفل يعني الأم ما بتعرفش كيف ممكن نتعرف أن ابنها يعني من أمراض في القلب نعم أعراض إذن هذا المرض نعم سمناهم في الأعراض تحت عمر سني وأعراض عند الأطفال الكبار الطلاب المدرسي نعم الأطفال الصغار تحت عمر سني عادة أن الأم بتلاحظ أنه فيه صعوبة بالرضاعة كيف يعني الطفل خلال رضاعته بيقطع بيضطر أنه يتوقف عدة مرات النفس بيقطع من شان برضاعة ما بيقدر يكمل الرضاعة نعم بيريح نفسه وبيكمل بيرتاحه بيكمل سرعة تنفس تلاحظ أنه خلال رضاعة تنفسه سريع متسارع تعرق شديد طفل خلال رضاعة بتعرق تعرق شديد التهاب رئوية وقصبات متكرر يعني الطفل خلال شهر مرتين ثلاثة التهابات رئوية قصبات ولا رايحة جاي على طبيب الأطفال عدم كسب الوزن يعني الطفل الطبيعي عادة على عمر سنة بيكون وزنه تقريبا عشر كيلو بيكون وزنه خمسة ستة كيلو لأنه عنده تشوف في القلب وبدل جهد كثير القلب وما بيكسب وزن والملاحظة الأخيرة الزرقاقية تلاحظ الأم الأهل أنه فيه زرقاق بالفم والشفتين والأطراف فهذا كله مؤشر أنه فيه إشي مش طبيعي فهي لازم الخطوة الثانية تراجع طبيب الأطفال يتأكد يفحص الطفل وإذا فيه داعي أنه يتأكد من القلب يحوله لطبيب قلب الأطفال بالنسبة للكبار الكبار أطفال أكثر الأعراض اللي بشوفها بالعيادة بكون الطفل عادة تسارع دقات القلب دائما تيجي المدرس المدرس يقول لك طفل نفسه يقول لك يا دكتور دائما عندي تسارع في دقات القلب حس فيها خفقان وتسارع في دقات القلب إغماءات متكررة بالمدرسة دوخة إغماءات متكررة لها عدة أسباب وفي سبب مهم جدا اللي هو المشاكل في القلب والعارض الأخير اللي هو عدم مجارات أقرانه بتعب بسرعة أي مجهود رياضي في المدرسة طالب الفلاني دائما تعبان ما بيقدر يجاري أقرانه هاي كلها مؤشرات إنه لازم نراجع طبيب الأطفال ومع ذلك ممكن هذا يتحول على طبيب القلب كي يطمن الأهل ونستبعد الأمور نعم طب كيف يتم علاج هذه الحالات يعني أنا ممكن في بعض الأطفال عملوا عمليات جراحية هم بعمر صغير فحديتنا أكثر عن العلاج العلاج نحكي كلمة عن التشخيص أول مشان نفيد أستاذ المشاهدين التشخيص زي ما حكينا السيرة المرضية طبيب الأطفال بحط السماعة بإسمع عادة صوت غير طبيعي في القلب نسميه نفحة قلبية بحوله لطبيب قلب الأطفال عادة بنفحص الطفل بنعمل له ممكن إذا فيه تسارعات نعمل تخطيط رسم للقلب تأكد بدل نبض الطبيعي مثلا قنا نحكي من سبعين لمية بتلاقي هذا الطفل عنده تسارع نبضه 160-200-300 إلى آخره بنعمل فحص صورة القلب السونار الإيكو هذا السونار تقريبا بشخص 98% من تشوهات القلب الخلقية نعم ممكن تعمل له عمليات قسطرال الأطفال بالنسبة للعلاج زي ما تفضلتوا العلاج فيه عنه العلاج دوائي أول إشي قنا نحكي أطفال عندهم بثقوب كبيرة بالقلب وبتعبوا وبجهدوا سرعة تنفذ صعوبة صعوبة في الرضاعة مدرات البول عندنا مثل الليزكس والألدكتون في أدوية مقوية لعضلة القلب ومنشطة على عضلة القلب أدوية موسعة الشريين هاي بتساعد القلب مثل كابوتين والكابوكارد هذا العلاج الدوائي نعم بعدين بيجينا الخطوة الثانية العلاج عن طريق القسطرة وما يسمى القسطرة العلاجية نعم يعني حاليا إحنا 50% من تشوهات هاي ممكن نعالجها عن طريق القسطرة وليس الجراحة والقسطرة العلاجية عادة هو إجراء طبي بندخل عن طريق الفخد الشريان أو الوريد الفخدي بندخل على القلب بنصور القلب بنحدد الفتحات حجم الفتحات ومن ثم بتم إغلاقها بما يسمى القسطرة العلاجية وهاي هي الثورة الطبية اللي صارت آخر عقدين ومثل يعني ممكن توسيع الصمامات إذا ممكن الإخوان فرجونا القسطرة العلاجية يكون مفيدة لأستاذ المشاهدين يعني بأي عمر ممكن ممكن إحنا نبلش شغلنا الجراحة القسطرة العلاجية هي مع سبيل المثال في هذا صورة الصمام الرئوي خلقانيا فيه تضيق عليه هذا بالقسطار بنعمل صورة ملونة بنحدد التضيق اللي بعدها سمحت اللي بعدها هاي فيه أدخلنا البلون توسيع الصمام الرئوي بواسطة البلون شوف حضرتك التضيقي بتوسع بواسطة البلون هاي بعدها الصمام فتح البلون سحبنا وكل شيء نحل حال ثانية ممكن إغلاق فتحة إغلاق فتحات عن طريق القسطرة إغلاق فتحة بين الأدينين نعم تب مندة العملية بتكون قصيرة هاي بالقسطرة كمان شوفنا في القسطار مع تصورة ملونة في المادة الملونة تحرك من اليسار لليمين عن طريق الثقوب نحدد حجم الثقوب ندخل الى عن طريق الأنابيب البلاستيكية اللي بعدها سمحت نعم هاي ندخل بالسدادة أو المظلة بسموها نفتح لها ديسكين هي ديسك نفتحه في الأذين الأيسر اللي بعدها والديسك الثاني نفتحه في الأذين الأيمن جميل أعطيكم العافية ولا يا دكتور مجهود جبار اللي بتقوم بي الله يسلمك أعطيكم العافية وواعدين هاي السدادة أو المظلة وضعناها وتركناها وهيها غلقت الثقوب ونحلت قضية الطفل وسكرنا الفتحة طيب دكتور عوني ما هي إيجابيات هذه العملية إيجابيات القصطر عن الجراحة أولا ما في فتح السدر ما في عملية جراحية وما يترتب عليها من ألم ومن حالة نفسية عند الأطفال وندبة ما بعد العملية هذا الحاكمش موجود اثنين الفترة الزمنية أي حالة بنعملها قسطرة ثاني يوم صباحا طفل ممكن يغادر المستشفى ثلاثة إنه ما بنحط الطفل على جهاز القلب والرئة الاصطناعي اللي بنحطه بالجراحة والملاحظة الأخيرة هي الكلفة يعني أنت بتحدث عن يوم واحد بينما الجراحة الطفل بجلس بالمستشفى من خمسة إلى سبعة أيام اللي بعدها إذا سمحت في عنا توسيع البرزخ الأبهر اللي بعدها إذا سمحت إن شاء الله إن كنت كون مش موجودة موجودة كد بيجيب إن شاء الله نعم الدكتور يعني شكرا لك على كل هذه الفيديوهات توضيحية كمان توضيحية مستاذ المشاهدين أكيد ساعدت أكبر ففي تضيق على البرزخ الأبهر داخلين من الشريان الفخدي حطينا شبكية بمكان التضيق هي وسعنا المنطقة المتضيقة وهي بعد التضيق يفتح الشريان هذا توسيع البرزخ الأبهر بواسط الشبكة الدائمة نعم إذا يعطيك ألف عافية دكتور الله يعني ما حكينا على الجراحة نعم الجراحة يعني هي معروفة لأنه بتاخد وقت كبير ولكن الآن القسطرة يعني أكيد هو الخيار الأفضل لكثير من الأهل لعلاج هذه الحالة نحن دهمنا الوقت الحبي نحن نحكي أكثر في تفاصيل إذن كل شكر لك دكتور عوني المدني استشاري أمراض قلب الأطفال ويعطيك ألف عافية مرة أخرى شكرا جزيلا لكم ومع تمنيات لأطفالنا بدوام الصحة والعافية شكرا جزيلا لكم وكل الأطباء اللي شغالين على هذا المجال نعم يعطيك ألف عافية